تثبت الأيام يوما بعد يوم فشل النظام وحلفائه من روسيا وإيران عن سحق المعارضة في ظل عدم إحراز أي تقدم على الأرض لتكون حلب ساحة اختبار للترسالة الروسية التي تملك أكثر من 25 ألف جندي على الأراضي السورية في نية واضحة لاحتلال سوريا جهات توثيقية وحقوقية أكدت إلقاء العديد من الأسلحة المحرمة دولياً على المدنيين في سوريا حيث تم توثيق إلقاء قنابل من نوع الثيرمايت التي تعتبر أشد خطراً من الفوسفور الأبيض ولأن سماء سوريا لا يحلق فيها إلا ثلاثة أنواع من الطائرات فمن المؤكد أن الذي يقصف هي طائرات روسية تستطيع التعامل مع هذه الأسلحة النوعية الجديدة فطائرات النظام قديمة ولا تستطيع حمل هكذا أسلحة وأما طائرات التحالف فهي تستهدف مواقع تنظيم داعش الإرهابي ولم تحلق في سماء أي محافظة إلى ذلك تستمر روسيا في خرق القوانين الدولية عبر تدخلها العسكري السافري في سوريا واستهدافها للمدنيين في كافة أنحاء البلاد بالإضافة إلى استخدامها الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب السوري ونستدل على ذلك بتصريح رئيس الأركان الروسي حيث قال لو كانت الغارات الروسية لصالح الثوار لحرروا سوريا خلال 24 ساعة وبهذا التصريح اعتراف بأنه لا جيش لقوات الأسد وهم مرتزقة لا يقاتلون بعزيمة يا الله مرحبا 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 مرحبا